أفضلاتف تقدر تشريه ومتوفر في الأسواق الجدائرية في الفعال فوق المتوسطة ولكن بأسعار متفاود وهو الريلمي جتينيو 2 هاتف جديد من شركة ريلمي يدخل حديثا للأسواق لنتعرفه على مواصفاته الكاملة وسعره المناسب للشراء لذلك تابع معايا الفيديو للأخي كما أني عملت عدة فيديوهات لأفضل الهواتف في جميع الفئات رح تسهل عليك عملية اختيار هاتفك المفضل ستجد روابط هذه المراجعات في الوصف كالعادة قبل ما نبدأ ودعموني بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة باش تحفزونا ونقدم لكم دي ما جديد والآن بلا ما نطول نبدأ الفيديو أول ميزة في الهاتف هي التصميم الجميل الذي يشبه هواتف الوان بلاس ففي الجهة الخلفية من الهاتف عندك إطار يحتوي على ثلاثة عدسات وفلاش بشكل أنيق مع بروز خفيف للإطار والجهة الأمامية تتي بحواف رفعة وثقب في الجانب الأيس خمات الهاتف في من البلاستيك ويوزن تقريباً من تين جراب أبعاد الهاتف مناسبة جداً للتحكم به بكل سهول ثاني ميزة في الهاتف في شاشة أموليد مقاس 6.62 إنش بجودة الفول HD بلاس بمعدل كتابة بيكسلات 398 بيكسل لكل إنش تدعم معدل تحديث 120 نيرتز وتدعم HDR 10 بلاس وتدعم سطوع عالي تحت الشمس تصل إلى 1300 نيرتز وهو رقم كبير جداً بالنسبة لهاتف الفعل فوق المتوسط تدعم طبق حماية من الجيل الخمس قدم لك شاشة ألوان مشبعة ومتباينة وسطوع عالي تحت الشمس كما أنها سرسة جداً في التنقل بين التطبيقات ويحتى استمتع جداً بمشاهدة أي محتوى خصوصاً ذات الجودة العالية التي تأتي بدقة الـ HDR ثالث ميزة في الهاتف هي الأداء القوي فهو يأتي بمعالج سناب دراجون 870 5G دقة تصنيع 7 نانو متر ومعالج رسومي أدرينو 650 ويأتي بعدة نسخ نسخة 8 جيجا رام مع 128 أو 256 جيجا ذكرى التخزين ونسخة أعلى 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذكرى التخزين من النوع الأحداث UFS 3.1 بهذا العتاد سيقدم لك أداء مميز سواء في الاستخدام العادي أو المكتب ويقدم لك تجربة ألعاب مميزة جداً ولن تعاني من أي شيء ويأتي الهاتف بنظام أندرويد 11 ووجهات الريلمي UI رابع ميزة في الهاتف هي بطارية بسعة 5000 مليومبير تدعم الشهر السريع بقدرة 65 واط ورح تشحن في 36 دقائق مميزة الهاتف لا تنتهي لهذا الحد فخامس ميزة هي الكاميرا حيث عندك العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 والثانية 8 ميجا بيكسل الترا وايد والثالثة 2 ميجا بيكسل تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K بمعدل 360 إطار في 2 والعدسة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل تدعم تصوير الفيديو بجودة Full HD قدم لك الكاميرات جودة تصوير ممتازة من ناحية معالجة الألوان والدقة وتفاصيل كثيرة في الصور وهذا في جميع الظروب كما أن جودة الفيديو مميزة مع ثبات من مقبول إلى جيد عند جودة 4K من الميزات المهمة في الهاتف أنك راح تستمتع بجودة صوت مميزة من نواستير وبالنسبة لبصمة الهاتف هي مدمجة تحت الشاشة هذا الهاتف يملك العديد من المميزات التي تجعله أفضل هاتف في فئة السعرية حالية أما عيو بلاد اللي ممكن لا يراها البعض عيو هي أنه لا يدعم منفة 3.5 ملئ للسماعات ولا يدعم تركيب كار الذكرى خير سعر الهاتف حاليا ليس مستقر لكن أقل سعر وجدته هو 7.5 ملايين وهو سعر مميز جدا مقارنة بإمكانيات الهاتف أما سعره في متجر رينمي فهو 350 يور أي ما يعادل 7 ملايين في السوق السعوداء لذلك إذا وجدت الهاتف في الأسواق الجزائرية بسعر أقل من 8 ملايين فلا تتردد في شراء أما إذا تريد شراء الهاتف من عليكسي بريس ستجد الرابط في الوصف هنا نصل لنهاية هذه المراجعة في الأخير ما تنساش تدروننا لايك للفيديو سبسكرايب بالقناة باش تحفزونا وانقدم لكم دي ما جديد وضمتم في رعاية الله وحب